السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أغلق الباب نعم وصلنا إلى القسم الثالث الأدل والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وحمد الله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله الرحيم الثالث الأدل العظيم ايضا نبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نبي صلى الله عليه وسلم ولا الملائكة عليهم السلام ولا الصالحين ولا الأولياء هل الأولياء يعبدون يرزقون بل أحيا عند ربهم يرزقون أو يرزقون يرزقون إذا ما يمكن أن يُعبدوا ما نعبد الله لا نعبد الله سبحانه وتعالى نعبد casos نعبد الله سبحانه وتعالى ماذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم اشفاء حق لله حق لله المقام decide ماذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا دليل على بطلان عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كَيْفَ بِمَنْ يَعْبُدَ الْأَحْجَارِ وَالْجِن فَلَا کَنْ يُعْبُدَ الْأَحْجَارِ وَالْجِن화 وَيَعْبُدُ الشَّيَاطِينَ لا يمكن ان نعبُد إلا الله يا سبًا رَصُمَادٍ هذا هو القسم الثالث إنه adalah pembahasan yang ketiga القسم الرابع كأنه سائل يسأل الإمام المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ وجادة في الله حقها ما أسباب الشرك؟ لماذا يقع الشرك في الأمة حتى نجتنبها؟ نريد نعرف الأسباب حتى نجتنبها نعم مبحasan yang ketiga قسم الرابع لديه سواء رحمه الله تعالى يقول أن شيء محمد رحمه الله تعالى يقول الأسباب ثلاثة يقول أن الدروم الأسباب سواء رحمه الله تعالى لأن الدروم الأسبابweb يقول أن الرحمه الله تعالى لأن Buanyan سواء رحمه الله تعالى كما حدث في قومي نوح كما حدث في قومي نوح السبب الثاني الغلو في القبور السبب الثالث مضارة العكوف عند القبور لعمل صالح هذا ضرب كما بالك إذا كان لعمل غير صالح الغلو في الصالحين 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 الأولياء الذين قسموا إلى قسمه الأولياء الرحمن وأولياء الشيطان ما هي أولياء الشيطان إنسان ينم بين القبور يشرب الخمور يزني يسرق لا يأتي بالطاعة لا يأتي بالطاعة لا يتطهار من أكرمكم الله البول والغاة هذا ولي لا شك في ولاية صحيح نعم ولي من أولياء الشيطان لابد أن تفرق بين أولياء الرحمن و أولياء الشيطان كما تفرق بين السماء والأرض كما تفرق بين أولياء الشيطان لا يؤمن لا يأتي بالطاعة لا يجدأ من أımı وأنا بعد أن تضع المساعدة ي End Hamburu بعض الناس يقول الولي أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام إذا لا نغلو في الصالحين و لا نغلو في قبور الصالحين و لا نغلو في قبور الصالحين الواجب أن القبور تكون خارج البيوت خارج البنيان كبورة تكون خارج البنيان لماذا؟ حتى لا تكون ذريع للشرك ماذا نريد مع البنيان؟ المساجد الأصل أن القبر نرفع القبر أن الأرض مقدار شبر ويجب أن يتبع هكوم الحظ هي قبورة تكلفة و أنت انتكون خارج البنيان يكون كسسنم كسنم البعيد يوضع عليه حجر أو حجرين فقط لا افرات ولا تفريد في القبور زيارة القبور الزيارة للقبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية الزيارة الشرعية لها شروط الأول أن ينوي بهذه الزيارة تذكر الموت الخوف الثاني ألا يشد إليها الرحل يعني ما يمكن يسافر من جاكرة مثلا إلى إلى مكسر إلى زيارة القبور نعم صلى الله عليه وسلم إلى مكسر فَإِنَّوَا بِهَذِ زيارة دُعَالْ أَمْوَاتِ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَذَا هِيَ أَمْدَالْ أَمْوَاتِكَنِ يَدْعُمَثَانَ بِزَّوْجِهِ صَالِحَ هَذِي زيارة بدعية لكن عندما يسافر إلى مكسر أن يسافر إلى مكسر إلى زيارة من جاكرة سترة إلى مكسر إلى مكسر إلى دعاء إلى مكسر يسافر إلى زيارة этомهرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بل يوم مرن تحكم الدرومة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لماذا لماذا لأن محمد عبد الوهاب كان عندهم بيت فجاء بعض الطلاب قال نريد ننظر إلى المكان الذي كان يدرس به يؤلف في كتاب التوحيد وضع الطلاب يجب أن يكون حدث الشيخ محمد بن عبد الوهاب يجب أن يكون محمد بن عبد الوهاب يوجد ممتع يقول أنه تخطر أموه أنه يكون حدث أموه أن ي yeجب أن يكون شراء أموه أن يحب أن يكون على شراء تضع سورته في الجوال تضع سورته في البيت هذه محبة هذا فعل قوم نوح عليه الصلاة والسلام تحب الإمام الشافع رحمه الله تحب الإمام الأربعة وَدُعُ الَهُمْ يُعَالْهُمْ يَعْمَلْ عِلْمُ مُرَيْكَ يُعْمَلْ بِهِ يُعْمَلْ عِلْمُ مُرْيْكَ وَدُعُوا إِلَيْهِ تُدَافِعْ تَذُبْعَىٰنَ أَئِمَّةِ أَهْلَ السُنَّةِ والْجَمَاةِ هذا المحبة الحقيقي يَعْمَلْ عَلْمَةِ تُحْمَمَنْ أَهْلَ السُنَّةِ وَالْجَمَاةِ أما نعظم القبور الباب الرابع في هذا القسم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط بل حمى التوحيد كأن التوحيد هذا بيت هو وضع سور وأخذ يحمي السور حتى لا أحد يقع في السور فضلا يقع في التوحيد يعني قصر الرئيس الآن له كم سور ممكن ثلاثة أسوار فالنبي صلى الله عليه وسلم حافظ على التوحيد وضع أسوار حتى لا أحد يقع في السور فضلا يقع في التوحيد نعم فضلا يقع في التوحيد فضلا يقع في التوحيد بعض الناس يسلم عليك وينحني لك ايش تقول تقول أحسن بارك وغافيك حكذا يُعظم طلاب العلم صح؟ بارك وغافيك بارك وغافيك صحيح تقع في التوحيد تقع في التوحيد تقع في التوحيد لَّوْرَدِي طَحُود لو رضيط تاغود kalau kita رضو kalau kita رضو ada orang yang melakukan itu kepada kita maka kita disini satu-satunya sebagai تاغود لَوْرَدِي طَحُود وَلَا تَقْبَلْ أَنْأَحَدِ يَنْحَنِي لَهُ وَلَا تَقْبَلْ أَنْ أَحَدِ يَنْحَنِي لَهُ إذن النبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يوصل إلى الشرك إذن أسباب قوة الشرك حتى نجتنبها ثلاثة هذه أخطر أسباب ضع organisms الأخطر الغلوف السالحي الغلوف السالحي الغلوف السالحي لا نذبح عند القبور لا نصلي عند القبور لا قراءة قراء عند القبور لا دروس عند القبور لا شيء من العبادة لا فقط الزيارة الشرعية بشرطها الزيارة الشرعية بلغت زيارة الشرعية بعد ذلك ذكر القسم الخامس الرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة أو في الجزيرة العربية نكتفي بهذا المقدار اليوم وإن شاء الله غدا نكمل نكتفي بهذا المقدار اليوم 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 نكتفي بهذا المقدار 주يا نكتفي بهذا المقدار اليوم Sick Virtual المقدار node نعم. أجلس. نعم. فائدة. ماذا استفدنا من درسه اليوم؟ نعم. نعم. قلنا فسر المعلف رحم الله التوحيد بضدي وذكر أنواع الشركة الأكبر. أربع أنواع. نعم. نعم. شروط الدعوة خمسة. نعم. العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد. نعم. أعطينا مثال على الشركة الأكبر. الزبح لجين لأصحاب القبور. ما شاء الله. نعم. الرقية تنقسم إلى قسمين. شرعية ورقية شركية. الرقية يقول لكم على شركة الإسلامية أن الرقية ينقوم من شركة. نعم. نعم. الفرق ذكر. ذكرنا الفرق بين الشركة الأكبر والشركة الأصعى. من الفروقات. يحبط كل الأعمال. نعم. 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 أعطينا الفرق بين الشركة الأصحاب القبور. نعم. 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 طلب الدعاء والاستعانة والاستعاذة والاستغاذة بشروط أربعة. نعم الشيخ. نعم. نعم. الدعاء ينقسم إلى قسمين. دعاء عبادة ودعاء مسألة. نعم. هاي الشيخ. ما هم؟ الأولياء ينقسم إلى قسمين. أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ها؟ نعم. مراتب المحرمات أربعة. صغائر. كبائر. شركة أكبر. شركة أكبر. شركة أكبر. نعم. شو؟ قلنا هذا يقولي شروط الدعوة خمسة. قل غيرها شيء. الكتاب والسنة وبأسماء الله وصفاته. الربية بتعرز هناك. أيها الله تعصون النبي سنضعه عليه. واسلام أدنى من الله وصفاته الله. نعم. البركة من الله. لا نطلب البركة لا من الحجر ولا من الشجر ولا من أي شيء. إلا أشياء ثبتت بالشرعة وبالحسن. نعم. 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 ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. أننا نبلغ الدعوة إلا من. نعم. هذا قال. أعطيه هذا كتاب. هذا الأخ. هو هذا هذا. أنت شاء. نعم. أعطيه الكتاب. نعم. ما الفائدة. الشفاعة لا تطلب إلا من الله. نعم. ما شاء الله. ما شاء الله. جزاك الله خير. يقول ما أنا أضع الصور على الأشخاص ولا شيء لا نتبرك لا بصورة ولا بشيء ما شاء الله. هذا هو يعني كيف يفهم عربيه وأنا فهمت أن دنوزل. نعم نعم أوقف نعم التبرك القسم إلى قسمين تبرك مشروع وتبرك ممنوع هذا آخر كتاب جزاكم الله خير أريد تراجعوا الآن تبقوا هنا تراجعوا تحفظوا إن شاء الله غدا إذا أردتم اليوم في درس هنا عندهم كتاب توحيد إذن بعد العصر نعم لكن إذا ما أجبتم لا درس بينما طيب ليس نعم كلام نريد نعم عمل نعم 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 السلام عليكم سلام عليكم إن شاء الله نعم 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 شكرا